بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الرسالة هنتكلم عن السيسلوك السيسلوك وهو بروتوكول يقوم بإرسال كل ما يحدث في داخل أجهزة الشبكة مثل الروترات السويتشات السيرفرات أجهزة العملاء يتم إرسال ما يحدث فيها إلى جهاز يطلق عليه السيسلوك سيرفر وهذه الأحداث يطلق عليها إيفينت إذن كل ما يحدث في كل جهاز من السيسلوك سيرفر وطبعا السيسلوك سيرفر لكي يصبح السيسلوك سيرفر اللي هو جهاز مهندس الشبكة يقوم بتنزيل برنامج يقوم بتشغيل بروتوكول السيسلوك أشهر برنامج عندنا برنامج الكيوي السيسلوك وعندنا أيضا برنامج السبلك طبعا الإيفينتس اللي هي الأحداث أو الرسائل السيسلوك ميسجز بيتم إرسالها من خلال بروتوكول نقل البيانات اليو دي بي من خلال رقم المنفذ خمسمية واربعطعش طبعا يتم إرسال هذه الرسائل إلى جهاز مهندس الشبكة اللي هو السيسلوك سيرفر بحيث مهندس الشبكة يتمكن من الإطلاع عليها ومراقبة الشبكة السيسلوك ليفلز والمقصود فيها هي مستويات السيسلوك والمقصود فيها هي أنواع الرسائل التي يتعامل معها السيسلوك وهي ثمانية رسائل عندنا الرسالة الأولى طبعا هي ثمانية رسائل تبدأ من الصفر وتنتهي بسبعة نبدأ بالليفل زيرو واللي هو رسائل التحذيرات أو عفوا رسائل الطوارئ الامرجنسي رسائل الطوارئ وهي مثل يعني تكون مثلا حصول حاجة طارئة في الجهاز مثل توقف الجهاز عن العمل ليفل ون أو المستوى الأول اللي هو الرسائل الإيرتس اللي هي التحذيرات وهي تحذرنا من الأحداث التي قد تسبب إغلاق وتوقف الجهاز عن العمل مثل ارتفاع درجة حرارة المعالج بحيث أنها في ارتفاع وبعد فترة بسيطة سوف يؤدي ذلك إلى توقف الجهاز عن العمل المستوى الثاني ليفل 2 اللي هو الكريتيكال وهي الأحداث الأقل خطورة من التحذيرات فمثلا الأليرتس أو التحذيرات هي تتكلم مثلا عن درجة حرارة المعالجة عندما يكون 90% وبعد فترة بسيطة سوف يتوقف الجهاز عن العمل أما الكريتيكال فدرجة الحرارة مثلا تكون 60% وبالتالي أقل خطورة من رسائل التحذيرات عندنا المستوى الثالث وهي الرسائل الخطأ وهي تعني وجود خطأ في الجهاز مثل مثلا عندنا منفذ غير قادر على الإرسال والاستقبال لوجود خطأ مثلا هذا الخطأ قد يكون مثلا بسبب الخطأ في الإعدادات المستوى الرابع من الرسائل الخاصة بالسيسلوك اللي هي الورنينج واللي هي تعني التحذيرات رسائل تحذير مثلا بداية ارتفاع حرارة المعالج بداية ارتفاع استهلاك الذاكرة وهكذا المستوى الخامس اللي هو النوتيفيكيشنز واللي هي عبارة عن الملاحظات مثلا دخول مسؤول شبكة على الجهاز او دخول المستخدم الفلاني على الجهاز وهكذا المستوى السادس واللي هو الانفورميشنل وهي رسائل معلومات عن الجهاز مثل العناوين المنطقية الموجودة على الجهاز البروتوكولات المعدة على الجهاز وهكذا من معلومات تختص بالجهاز واعدادات الجهاز المستوى السابع اللي هو الديباقينغ وهو لرؤية ما يحدث على الجهاز بشكل مباشر نحن كمهندسي شبكة نقوم بتحديد مستوى رسائل السيسلوك التي نريد استلامها من الجهاز اللي راح يتم رسالها من الجهاز الى السيسلوك سيرفر والمستوى الاعلى سوف يرسل معه المستوى الاقل فمثلا لو حددنا اننا نريد استلام اللي فل زيرو المستوى صفر فسوف يتم ارسال رسائل الطوارئ فقط الى جهاز السيسلوك سيرفر وذلك لانه لا يوجد اقل من الصفر لو قمنا بتحديد الليفل 4 فعندها سوف يقوم الجهاز بارسال الرسائل من المستوى 4 الى 0 يعني راح يرسل المستوى 4 فما اقل يعني والاقل فالاقل منه هو ثلاثة واثنين واحد وصفر كل هذه المستويات راح يتم ارسالها الى سيسلوك سيرفر او جهاز مسؤول الشبكة وزي ما شفنا بتتدرج الثمان رسائل من عالية الخطورة الى الاقل خطورة الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه الرسالة اتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته